سورة النور الآية 45 الآية دي عجيبة جدا فوسط السورة ربنا بيقول لنا والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إيه علاقة الآية دي بالسورة سورة النور بتتكلم عن أنواع الناس سواء بقى منافقين شو مثلا الآية 11 في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفكي عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب بين الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم بتكلم عن مؤمنين أخطأوا وبتكلم عن منافقين النور 12 لولا إذ سمعتموه قلتم أو لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين بتكلم عن المؤمنين والمؤمنات لما يعني يتواجدوا في ظرف زي كده وفي كلام وإفك وشائعات تدور حول الأشراف وحول الناس المفروض يعملوا إيه؟ يظنوا بأنفسهم خيرا فكلمتنا عن المؤمنين اللي بيغلطوا المؤمنين اللي بيثبتوا في وقت هذه الظروف وعن المنافقين النور 23 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم بتكلم عن المجرمين اللي بيقعوا في أعراض الناس آية 26 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم بتكلمي عن أنواع الناس الخبثاء والناس الطيبين ومر وحده ألاء الآية والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه تعبين ومنهم من يمشي على رجليني بني أدمين ومنهم من يمشي على أربع حيوانات يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ثم تعود الصورة تكلمني تاني عن البني أدمين وأنواع البني أدمين توقفت أمام الآية كثيرا جدا ليه؟ ليه في قلب الصورة اللي بتكلمني عن أنواع الناس أشعر إن هناك إقحام لآية الآية 45 بتكلمني عن التعابين وعن البني أدمين وعن الوحوش فوكأن دول أيضا أنواع الناس من الناس فعابين ومن الناس بني أدمين ومن الناس وحوش ثم ترجع الصورة تكلمني مرة أخرى على هذا وقع في قلبي هذا تدبر يقع في قلبي يطلع بقى صحي يطلع غلط ما بينبنيش عليه عمل لا افعل ولا لا تفعل ولا حلال ولا حرام لكنها أشياء جمالية تتعامل مع قلب الإنسان اللي وقع الناس اللي عايشة النهاردة في العالم العربي وشافوا الخيانات ولا في مصر أو في غيره يعلموا جيدا أن هناك ناس مش ناس هناك وحوش هناك ناس ترقص على جثث الأموات والمظلومين هناك ناس تفرح في المظلومين هناك ناس تخون بسهولة هناك ثعابين مش بني أدمين لكنهم ثعابين هذه الأشياء تتعامل مع قلب الإنسان وتقع في قلب الإنسان